اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة للبناء على ما تحقق نحو مزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح شعبها الكريم كما اثنى جلالة الملك المفدى على ما تم تحقيقه في البحرين من نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الانسان بفضل تضافر ابنائها جميعا وما حققته المرأة البحرينية من انجازات واسهامات في عملية التطوير وصنع القرار وجهودها في مجال المشاركة السياسية ووصولها لرئاسة وعضوية مجلس النواب وتقلدها اعلى المراتب والمناصب الرفيعة محليا واقليميا وعالميا وقد اعرب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على هذا اللقاء الذي اكد حرص جلالته على دعم المسيرة البرلمانية في مملكة البحرين مشيدا بجهود مملكة البحرين في منظومة حقوق الانسان خاصة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وتحقيق المساواة بين الجنسين بالاضافة الى الخطوات السباقة التي قامت بها في تطوير العدالة الاصلاحية كما اشاد معالي السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي بما حققته مملكة البحرين من انجازات رائدة ومتميزة في مختلف المجالات الديمقراطية والحقوقية في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى ايده الله ورعاه والتي حققت الكثير من الانجازات الحقوقية في تعزيز قيم ومبادئ السلام والتعايش والتسامح ودعم التعددية والحوار وفق منظومة ثقافية اصيلة ومتميزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر